اشتركوا في القناة من التعرض للملك والقدح في ادائه اما الحكومة والاحزاب والسياسيون فلا حصانة لأحد من لسانه هو المعارض الاردني البارز ليثش بيلات ضيفي في هذه الحلقة من برنامج بوضوح هو معارض سياسي اردني من التيار الاسلامي والده فرحان شبيلات من مدينة الطفيلة كان سفيرا للاردن ومستشارا للملك عبدالله الاول في عام 78 رشح شبيلات نفسه لمنصب نقيب المهندسين لكنه لم ينجح فاعاد الكرة في عام 82 فنجح وكان اول نقيب اسلامي يصل الى احدى اهم النقواك المهنية وهذا ما دفعه نحو عالم السياسة في بداية عام 2011 قام الناشط السياسي باطلاق تصريحات نارية ضد الحكومة الاردنية مطالبا باصلاحات شاملة تصل مؤسسة العرش واعتبر ان الاردن ينزف بسبب الديوان الملكي ودعا الى اصلاحات تحقق قيمة ملكية دستورية دخل ليثش بيلات مجلس النواب مرتين في الانتخابات التكملية عام 84 والعام عام 89 محققا اعلى الاصوات في الدائرة الثالثة دائرة الحيتان سجن خلال دورة 89 وهو نائب في قضية النفير الاسلامي ثم افرج عنه الملك حسين شخصيا سجن بعد ذلك عدة مرات بتهمة اطالة اللسان وافرج عنه بعفو ملكي ويرأس حاليا جمعية مكافحة العنصرية والصهيونية اهلا بكم مشاهدينا في برنامج بوضوح ارحب بضيفي وضيفكم المهندس ونقيب المهندسين الاسبق المعارض السياسي والنقابي الاردني ليثش بيلات استاذ ليثش بيلات ارحب بك في قناة الحوار ومرحبا بك في لندن اهلا بك طيب نبدأ الحقيقة بتجربتك كمعارض سياسي استمرت لسنوات ربما منذ سبعينيات القرن الماضي تقييم سريع لهذه التجربة ماذا اضافت لنفسك وماذا اضافت للاردن انا لم اكن فكر في السياسة اولا ايه ابوي قال لي لا تقرب على السياسة ما بطعم يخبز لكن الملك انتخبت نقيب مهندسين فاخترني في مجلس وطني استشاري معين فتكلمت بصراحة فاصبحت معارضا لاني كنت انتقد واتعجب الناس من ذلك ثم انتخبت في البرلمان فبدأت معارضا للحكومات وانتقلت الى معارض للمعارضات ثم انتقلت الى معارض للشعب يعني انت المعارضة تحولت الى وظيفة لا انت لا تعارض من اجل المعارضة الخطأ تقول انه الاعور تسميه اعور المشكلة انه صديقك الاعور لا يريد ان تقول له انك اعور يسر منك كثيرا اذا ذكرت الاعور عدوك بانه اعمى ما عنده مانع في ذلك طيب لكن الا ترى بانه البعض يقول بانه استاذ ليتش بيلات لا يعجبه شيء ينتقد الجميع ولا الصيام في الرجب طيب هذا طبيعي الامر لا مش طبيعي لايسف يعني انا تظن اني اقيم مسيرتي شخصيا من اني ناجح لا ليس طالما طالما ان الذي افعله ليس فيه لم يتراكم لم يتراكم فانا غير ناجح طيب خلال كل هذه السنوات ايضا يلاحظ البعض بانه سيد شبيلات لم يجد مكانا له في اي حزب من احزاب الاردن بدءا من الاسلاميين اللي هم اقرب الناس اليه وانتهاء بباقي الاحزاب يعني هذا ايضا يعني وكأنك مثير للجدل ويصعب التفاهم معك لا شوف الحزب الحزب لا يريد احد ان ينتقده من الداخل والحزب الذي ليس فيه نقد نقد حزب يسقط مش ان اجل ذلك نحن كاسلاميين الان في المنطقة كلها من اجل ذلك نرمي بما حدث لنا فقط ان لنا اعداء صح لنا اعداء لكن العداوة من الداخل كبيرة ليست عداوة مقصودة قلة اخلاق عدم عدم الرضا بالنقد سآتي للحركات الاسلامية ولكن ابقى معك قليلا الحقيقة يقال هذا كثيرا في صفحات التواصل وحتى في بعض المنابر بان سيد شبيلات تضخمت الانا لديه بشكل كبير ولديه ربما شيء قليل او كثير لا ادري من النرجسية واعذرني في ذلك حتى انه لا يرى سوى نفسه لا اله الله محمد رسول الله يعني يؤسفني ان اصرح هذا التصريح الان يعني عندما ترى من حولك يتصاغرون فيكبرونك هذه ليست مشكلتي قيل لي عندما اعتزلت العمل السياسي عام 93 عندما الاخوان المسلمين في عمان هددنا الملك جميعا قلنا لا نريد ان نشارك في انتخابات 93 لانه الملك يريد ان نغير القانون نعم فاتفقنا جميعا معارضة موالاة ان 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 لا نشارك نعم فان ملك حل البرمان وهددنا وقال ستشاركون ومن لا يشاركني اغضب منه فانا التفت الى من جال الجنبي قلت الاخوان المسلمين لا يتحملون هذا فبعد ثلاثة ايام المراقب الله يرحمه قال الحسين نادى ونحن نلبي فانا اصدرت بيان في ذلك اليوم اني انا تارك نشاط سياسي انا تارك النشاط يعني الحزب والحزب والوزارة منذ ثلاثة وتسعين اذا هكذا المعارضة تتصرف شيء فيقولون لي بعد ذلك لكنك دائما في الامام قلوا نعم انا توقفت يا حبيبي انا توقفت لكنك وقفت هنا لكنكم تراجعتم فتركتموني في الامام انت تصف فانا لست متقدما عليكم انتم متأخرون عما كنتم عليه انظر الى مواقفهم مواقف الاخرين قبل عشرين سنة وانظر الى مواقفهم اليوم وانظر الى مواقفي قبل عشرين سنة ومواقفي اليوم انا لم تتغير مواقفي من تغيرت مواقفه ورجع فهو يدفعني الى الامام لكي ابدو انني متقدم عليه طبعا في احد يعني المعروف عنك بانك تصف نفسك المعارض الاول والاوحد للنظام هكذا يقال عني انا اسف نفسي اعوذ بالله وشترجي ابدا انا لا اسف نفسي يا حبيبي طيب ولا معارض ما قلت لك انا لست معارضا انا للحكومة انا معارض للمعارضة وانا معارض حتى للشعب الذي يأتي مثل هؤلاء هذا الشعب عندما يستقبل يستقبل الظالم في العزاء يدخل اهلا دولة الرئيس اهلا دولة كذا ويكون يشتمه قبل خمس دقائق ثم يأتي واحد مثلي باب المجاملة خلي خلي كميل ثم يأتي واحد مثلي اهلا وسهلا يرحبون بك فقلت له انتو الحق عليكم قل لي كيف كنا في عزة خمسمائة واحد قلت لهم انتم صناع الفاسدين في عزة كان قال كيف قلت لهم اهلا يأتي دولة الرئيس ولا دولة كذا اهلا 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 تقومون له كنتم تشتمونه يدخل واحد مثلي اين انتو رحبون كذا يجلسنا فقال كماذا نفعل قلت تفعلوا كما امر الله سبحانه وتعالى ردوا السلام يقول السلام عليكم قولوا له عليكم السلام يأتي واحد مثلي والذين نناضل من اجلكم ويدخل يقول السلام عليكم تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه صدر البيت اليك ذاك الرجل انما سرق لكي يقدم وقد قدمتموه لانه سرق اما الذي ناضل من اجلكم تعاملونه كما يعامل دولة الرئيس معالي الوزير انتم صناع الفاسدين ولكن سيد شبيلات هذا المنطق الصريح والواضح والشفاف لا يليق بالعمل السياسي من قال لك اني مهتم بالعمل السياسي ولهذا لم تنجح كثيرا في العمل السياسي يقول البعض هلأ نجحت لم انجح لم انجح لاني لم اجد من شوف عندما تترك الظالم كل مشكلتي كان يقولي حيد حيد اترك رأس الدولة وابده في الاخر اقولهم يا اخي المشكلة في رأس الدولة اذا 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 علشت رأس الدولة الكل اذا اذا ازلت الفساد من عند رأس الدولة الفساد سيذهب من تحت اما اذا تركت الرأس وبدأت بالهذا لا لا استفيد نعم لن تستفيد كثيرا طيب يعني الاستاذ ليتش بلاد اسلامي لكنه ايضا لم ينسجب حتى مع الاسلاميين اه طبعا لمن؟ لأن الاسلام كله اخلاق اذا اي واحد يخالف الاخرار من كان اسلامي ولا قومي من يخالف اخلاقه ما بادئه لانسج معه خذ مثلا انا لا منسجب مع الاسلاميين ولا مع القوميين عندنا ناضلنا ناضلنا من اجل تأسيس مؤتمر قومي عربي ثم مؤتمر قومي اسلامي واتفقنا القوميون والاسلاميون على مبدأين لا خلاف حولهما لا للتدخل الاجنبي ولا للانقلابات العسكرية ولا للعسكر مزوط؟ الاسلاميون خالفوا ذلك في سوريا والقوميون خالفوا ذلك واتوا لنا بالسيسي هذول معجبون بالسيسي وذول معجبون بما فعله من فتح لفرنسا وما فرنسا وأمريكا والمخابرات الخليجية طيب سنأتي على كل حد على سوريا لاحق لا 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 مش مهم اذا نخالفوا عندما لا تلتزم ان كنت انا اعلن مبدأي عندما اخالفوا هو عندما اخالفوا لا لا تتوقع مني لا اتوقع منك ان تقبل به طيب هذا يدفعنا الحقيقة الحديثة على تجربة الاسلاميين واندعجانا الحقيقة لوقت لدينا للتفصيل تجربة الاسلاميين في الاردن لعلها وفي مصر وفي بعض المناطق تختصر كل التجربة كيف تتابعها وحصادها الذي يبدو مر الى حد الساعة اه جدا سيئة اذا بدأك الاردن يعني يعني الاردن انظر ماذا حدث لهم بدأوا عظام بالان النظام يلعب فيهم لعب انظر الى اخر اختار هكذا الاسلاميين في الاردن لان لعب طبعا جابوا اتى بهم رغما عن انفهم للانتخابات لا يريدون ان لا يريدون انتخابات مجلس هزيل مجيلس مجيلس تافه ولكن جاءوا ولكن الثقال ما زال لديهم ثقال في الشارع وهم اثقال تقريبا التيار لا حول او لا انا ما قلت لك عن الثقال انا بهمني القيادة طبعا الشارع 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 مسلم الشارع الشارع كان يحبنا اكثر كان يعتقد بما اننا اسلاميون اننا مستقيمون واننا شجعان هل يسا كذلك لكن للأسف كثير مننا في الاستقامة عليه علامة استفهام اما في الشجاعة فمعظمنا عليه علامة استفهام كبيرة العديد علامة استفهام كبيرة طيب التجربة في مصر ايضا في مصر يعني كان خطأ يعني الخطأ الكبير كان الدخول في الانفراد مك وانا في الاردن هذه مشكلتي قلت لهم في 1991 اياكم ان تتصدروا ايانا انا منكم لا نتصدر انا معنا عضلات وننجح نا ننجح خلينا وراه فلنقدم غيرنا نقدم جماعة افاضل قريبون منا نقدم في الامام اذا جاءت الضربة يكونونهم الضربة نعم ولكن انت منذ قليل تتحدث على الشجاعة ولكن هذه كأنها لا هذه حكمة هذه حكمة حلو الشجاعة في مصر الشجاعة التي قضت عليهم هذه ليست شجاعة الشجاعة يقولك في قول كلمة الحق أنا أقولك گليكم وراء قولوا كلمة الحق لكن لا تستلموا وزارات تقييمهم حينها أن الثورة خلاص يعني طويجت ولا بد من تتويج تقييم تقييم طفولي متسرع تقييم طفولي طفولة في السياسة مشكلتنا الإسلاميين في معظمنا أطفال في السياسة معدى تونس طيب حتى نبدأ ندخل في الملف التالي الإسلاميين ترى مستقبلهم في المنطقة كفاعل سياسي ما زال يعني يبشر ربما بنجاحات أم يحتاجون إلى مراجعة معه يحتاجون إلى أمر لا يفعلونه أبدا وهو مراجعة نحن مخطئون مراجعة للذات مراجعة لكيف التصرفات مراجعة كيف نتعامل مع الآخر مراجعة في الثقافة السياسية دعني أعطيك مثل صغير مثل صغير انظر خد تركيا وإيران إيران دولة ضخمة أيضا دولة تمثل المذب الشيعي تركيا دولة ضخمة أيضا قائدات قائدة في السنة يتصارعون في سوريا عسكريا أما في غير ذلك ويجلسان مع بعضه يجلسان وقبولات وأردوغان يكسر الحصار ويبعد ذهب ويحاكم الآن هو وكذا لأنه كان يدفع لإيران بالذهب ليس ما يدفع بالدولار علاقات تجارية فوق الريح هذه السياسة هذه السياسة نحن عندنا إذا أخطأت خطأ لا نكلمك خد مثلا بل ونحصرك خد مثلا عندما أردوغان عندما أسقط الطائرة الروسية يلقى أسقط القيصر أشوف المكتوب نعم دمر القيصر بهدل القيصر طيب بعد أربعة شهر عادوة واعتذر القيصر وباس القيصر سكتتم عليه لأنكم أطفال هل أردوغان مخطئ؟ لا أنتم المخطئون هذا داهية هذا داهية سياسي إدارة الدولة تختل طبعا إدارة الدولة لا تد المشكلة نريد أن نسقط ما نفهمه من الشريعة مش الشريعة نحن لسنا مراجع شرعية ما أفهمه أريد أن نسقطه على السياسة غلط غلط تشتغل السياسة وتراعي أن لا تخالف الشريعة وتراعي أن لا تخالف الشريعة أما بتعمل تحالف معادة وتسكت عن هذا وتؤجل هذا ولكن تجربة الإسلاميين يفطلط طويلة ووصلت إلى مرحلة الرشد يعني منذ عقود الآن هم في الساحة هناك لا ترى هناك بعض الأطفال يبقلون 25 سنة وما زال عقل عقل صغير تجربة تنسية أنت وكأنك تشيد بها آه يعني أنا لا متابع أعطيك مثل أنا بعجلة بسرعة في التمانينات طبعا كنت محسوب إسلامي فقط قومي هناك فقط مزوط بس كل المتفق علي كان عندما صار مؤتمر قومي بدأ نعمل مؤتمر الوطني الأردني الكل فكنت أنا المقرر فقالوا لي اللجنة من 13 من أقصر شيوعية إلى أقصر إسلاميين فكتبت بعدها تعمل بحث وقع في يدي البيانة التأسيسي للنهضة شو ما قبل النهضة التجار الإسلامي التجار الإسلامي قرأت إيه وإذا به كل إسلام ولا في كلمة عن الإسلام ها فأخذته قلت والله الأعمل فيهم نقلته حرفا حرفا ها فقرة فقرة فاصلة فاصلة شلت تونس حطيت الأردن ضفت شوي على فلسطين زبطت يعني 80% وعرضت عليهم قومي وقعوا شيوعين وقعوا كذا الإسلاميين والله ما كانوا يعرفوا هذا ما كانوا قرأوه ما كانوا هذا سر التكشيف ها كشفت عليهم في مؤتمر النهضة كشفت الإسلاميون كانوا ينتقدون أني لأنني على خط مثل قريب من خط مورو نعم وعرفت كيف شيخ رشل كانوا يحبون كانوا ينتقدونهم يعتبرونهم ماريقين يعتبرونهم ماريقين خروج ها وأنا اعتبر ماريق فعندهم وقعوا هذا كنتي خرب بيتكم شيوعيين مسلمين علي عايش كنتم تتقاتلون على ماذا كنتم تتقاتلون عشرين سنة وقد وقعتم على بيان تأسيسي ها هو بيان تأسيس حزب تونسي هو تحتاجة التيارات السياسية العربية الحقيقة ربما لإعادة النظر والتقارب فيما بينها لأنه يبدو أنه ما يفصله عن بعضها البعض لا شيء أخ صالح نعم عندنا يقول قرأ لي هذا البيان يقول لك مين أصدره ليسش بيلاد هذا بيان سالم أجيب لك نفس البيان الحكم أقول لك مين أخذ البيان نفس البيان من أصدره يقول لك هذا زعيم الحزب القوم آه ما شاء الله ما شاء الله إيجرع نحن نقرأ من أصدر البيان الأحكام المسبقة موجودة في الساحة طيب لو انتقلنا إلى الأردن حادثة البحر الميت الفاجئة الحقيقة الكبيرة سيول أطاحت يبدو يعني أشعلت الحقيقة الساحة البرلمان اشتعل الآن أطاحت حتى البرلمان اشتعل لا يعني كالصراع وحديث صحي من النوم كويس طيب والآن هناك بعض الوزراء أيضا وزير السياحة وزير التربية والتعليم استقالوا على أساس هذه الفاجئة هل يحتاج الأردن إلى فواجع أخرى حتى يطهر صفوفه ويصيب خطاه باعتقادك لا لا يعني كله بالريش كله في الخارج ليس في العمق هذا مقياجع ليس أصلاح الأصلاح لا يبدأ إلى إذا أصلح الملك نفسه وكل المعارضة للأسف لا تجرؤ أن تقول للملك إصلاح تعرف لماذا أنا فرد يقولوني تعال أقول له اسمع كنتم تستطيعون أن ترفعوا شعارا واحدا من كلمة إصلاح بفتح اللام ومش بتكسر اللام إذا بترفعوا هذا الشعار أنا أنزل معكم على الشارع أما طالبا أنكم ما زلتم ما أقوله تتكلم عن الأمير ويمكن وصله على الملكة وتتكلم عن فلان وعن الوزير مشكلتنا بصاحب القرار هو المسؤول الأول وكل مفسدة في الأردن هو مسؤول عنها أنا سأتي على الملك الحقيقة لأنه فيه حديث كثير حول تصريحاتك لكن تقييمك لأدى حكومة الرزاز إلى حد الساعة على الأقل أنا لو أنا جيت الطريقة الوزارات عندنا أصبحت أمر مقزم جدا نزلت من كان من صاحبة الولاية العامة نزلت إلى مستوى مستوى مدير مدير وليس وزير ومستوى مساعد مدير في الدولة العثمانية دولة العثمانية آخر الدولة العثمانية أرادوا أن يدخلوا في الحرب إعلان الحرب على الحلفاء فقال وزير المواصلات في المجلس فقال لهم أنا آسف أنا لا أستطيع أن أتحمل مسؤولة هذا القرار إن شئتم فأنا مستعد أن أكون مديرا للمواصلات لكن لست وزيرا الوزير مسؤول عن قرارات مدير هؤلاء كلهم مدراء بما فيهم الرزاز مدير ليس وزير لأن الصلاحيات محدودة هو كمان آه طبعا الوزارة هي الحاكم الحقيقي هي الحاكم الحقيقي فتدن مستوى الوزارة ليس لأنه سيء لا أنتقده لأنه سيء حاكم المستوى الوزارات تحتاج إلى رجول ضخمة وإلى دفاع شعبي لهذا الرئيس الوزارة التي سيأتي وينتزع الصلاحيات التي سلبها الملك من الحكومة طيب سنعود بعد قليل كما قلت للملك ولكن أنتقل لبعض الملفات الأخرى المطروحة الآن في الساحة الأردنية ملف البقورة والغمر في الأردن الآن هناك جدل مع المحتل المحتل يريد إعادة الحوار بشأنها الملك كان أعطى كلمة قال خلاص سنستعيدها ولن نعود إلى الاتفاقية بشأنها مجددا يعني لماذا أصلا الأردن سلمها في البداية اتفاقية 94 ولماذا الآن يستعيدها ما الذي استجد يعني غلط أصلا كل المعاهدة معاهدة ذليلة والطريقة التي أعطى فيها الغمر والبقورة أيضا طريقة ذليلة الآن صار في صحة يعني الآن صار في تحرك شعبي كبير أنه صار 25 سنة وانتهى انتهى الاتفاق يجب أن نعيدها فتحت الضغط الشعبي ومظاهرات الملك أعلن أعلن بأنها كانت دائما في باله أولوية وهذا كلام غير صحيح غير صحيح لو لا الضغط الشعبي لم أقض هذا القراء والأردن الآن وضع الاقتصادي والسياسي والعسكري يسمح باعتقادك بتحدي المحتل أم أنه هناك عقوبات قادمة وعليه أن يحضر لا 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 يسمع ولا لا يسمع نحن أصلا أصلا يعني كذب ليس عندنا استقلال ولا حتى عندنا سيادة نحن ما يعني عندما يقتل اثنين في سفارة في سفارة العدو يقتلون وثاني يوم يسلم القاتل لنتينياه هو هرب على كل حال نعم هرب بطريقة هرب دخل من الحدود مع السفيرة كيف هرب يعني كيف هرب الملك سلمه نعم فعرف كيف وتم إذلالنا ذلك الذل ثم بعد ذلك نتكلم عن سيادة وإرسيادة احترام لموازيل القوة اه احترام لموازيل القوة اه عظيم احترام لموازيل القوة المشكلة المشكلة الآن كل العالم العربي يطلب الحماية من الخارج وتركنا تركنا معاهدة الدفاع العربي المشترك تعرف في حالنا الضعيف الذليل هذا لو كنا مفاعلين لمعاهدة الدفاع العربي المشترك لما تجرأ الأجانب علينا نحن التجمع مخيف حتى في حالنا هذا لكن هذا هذا لأن كلهم يلتجون إلى إسرائيل إسرائيل هي الحامي كانت بريطانيا الحامية أمريكا الحامية الآن مباشرة خلص الآن إسرائيل هي الحامية الخليج هرولة فرادة وجماعات إلى إسرائيل على كل حال أيضا متبقي معنا في الجزء الثاني موضوع إسرائيل لكن أختم هذا الجزء الأول بموضوع الملك الحقيقة أنت من حيث المبدأ مع الملكية ولكن دائما تقول بأنه أو تربط بين كل المشاكل والملك يعني ألا يبدو هنا قسوة في هذا لا لا مشكلة فيه شوف النظام النظام للأردن نظام نيابي ملكي وراثي نيابي ملكي وراثي النيابة مقدمة فيه على الملكية النيابة مقدمة لأنه الشعب هو الذي عطاه الأمر لم يأخذ هذا بأمر إلهي و يفترض لديكم ملكية دستورية في الأردن يفترض اسمه نظام أهم نيابي ملكي كانت ملكي نيابي تم تغيير عام 1952 نيابي ملكي النيابة مقدمة على الملكية طبعا لذلك إذا كان المجلس النواب يستطيع أن يغير الملك حسب الدستور لكن تراجعة جدا الآن أنا ولكن نست مغامرا لكي أطلب إسقاط النظام وتغير النظام هذه جريمة لكن الجريمة الأكبر لمثلي أن يسكت على هذا الملك إذا أخطأ أنا أقول له يا عمي خليك قاعد أنا أريدك جالسا هنا لكن أريدك أن تصلح إصلح عليك أن تصلح أنا لا أطلب بإزالتك عرفت علي؟ ف نحن العرش هذا ملك الشعب الأردني لا من حيث الجلوس عليه لكن من حيث الاستقرار خلينا نكمل نحتاج للعرش للاستقرار ممنوع هذا العرش أن يهتز لا ليس بإلا تهزه ولا الملك عبد الله بهزه وأكثر من بهزه آخر عشرين سنة هو الملك هو العم بهز العرش لأنه في إحدى تصريحاتك الحقيقة تقول بأن المشكلة في الأردن هي في تفرد الملك وسوء الإدارة يعني أنت هل ترى هنا بأنه الملك أصغر من المنصب أم أنه الملك ربما لم يحط به أبطت عليه من المريخ مثل ما تكون هو اللي جابهم هذول أنا جبتهم وهذا لي موجود في الأردن لا نعم موجود مثل هؤلاء أنا أبطت الأردني أبطي أترك الأردن أعطيني بعض الأسماء هاي المشكلة يا ريت يا ريت بقي بتقول لي ليش فردي بقي بقي فردي يا ريت لو تبعت برنامج هذه المرة على الميادين اللي قلت أينك يا فلان لا أريد أن نسميهم بالاسم أينك يا فلان أينك يا فلان أينك يا فلان الآن الموضوع ليس مولاء ومعارضة البلد ضايع البلد نعم بيضيع وأنتم تسكتون على هذا الذي يفعل فينا هكذا طيب الآن لو أردنا أن نحدد المسؤوليات وبعجالة بكلمة الأردن هو اللي يتحمل الملك هو اللي يتحمل نعم أم الحاشية أم ربما الحكومة والبرلمان بلا حاشية بلا بطيخ بلا مرلمان بريلمان أو مجيلس الملك لوحده بتحمل المسؤولية وعلي أن يغير حتى نعيد مؤسسات حتى نعيد المؤسسات طيب لكن مثل هذه لا أدري مثل هذه المواقف والتصريحات سيد الشبيلات سنعطيك مثل تبدو مستفزة للغاية حتى أنك في إحدى تصريحاتك مثلا حوار معك في حزيران الماضي وإنت تتحدث على بلدك الأردن قلت بأن دول الخديش تعامل الأردن كالجارية لكن هذا وصف صحيح مهين إلى حدنا صحيح بدك أكذب وضحنا كيف كالجارية يعني لا بالفعل الجمهور ربما الآن يريد عندما يريد الجارية عندما يريد يأتي بها إلى الغرفة عندما انتهت بالظن حالة صارت ملك قوله يرجع على المطبخ يعني الآن الأردن طبعا مهمل من قبل لا لا بش مهمل إما أن تفعل كما نريد أو أنه كبك لذلك عندما نأتي إلى موقف من سوريا الموقف من إيران الموقف من كذا هو عبد عجارية يفعل ما يريده الخليجيون أنت حتى ربما في تعليقك حول هذه المسألة طلبت أيضا حينها بالانضمام الأردن إلى ما يسمى محور الممانعة ما زلت على موقفك؟ طبعا يجب بعد كل هذا الذل اللي عم بذلون فيه عم بذلون فيه وبعد كل هذا الانبطاح على إسرائيل وتهديد والتهديد العلني هذا بن سلمان أعلن أن الإخوان المسلمين أعداء جريمة أن تكون إخوان المسلمين في الأمارات إخوان المسلمين يحزبونهم يعني فيه انقلاب كامل على كل على كل على كل مبادئنا طيب أمريكا يعني الأردن الآن إما أن تنبطح للخليج وأنت لا تريدها كذلك أو أن تنبطح لإيران معها سوريا لا تنبطح يا أخي أنت تستطيع أن تبقل على أعمل علاقات ندية مع الآخرين هي على ذكر وصف الممانعة أنت ترى ما زال هناك حلف أو تكتل يسمى تكتل الممانعة في المنطقة آه طبعا فيه كيف ما فيه من يمثله من يمثله إيران و إيراق يعني سوريا حزب الله طبعا فيه محقولة هؤلاء ممانعون سيد شبيلات شو رأيك أنت أعطيني ليش لا أنا أسأل هنا لا لا ما ليش أعطيني أنت سؤالك عجيب يعني لك أننا الممانعين اللي لدينا الموقعين معاهدة والآن هناك من يرى بأنه لا ممانعين لا من جاه جانب الخليج ولا من جانب إيران كلها شعارات بين السيء والأسوأ بين السيء والأشد سوءا مضطر أن نأخذ الأقل سوءا يعني من قال لك أني يعني أترى أنني معجب في هذا محور الموانعة يعني أترى أنني معجب مثلا في موقف سوريا التي بعثت جيشها مع الأمريكان ضد العراق يعني هل أنسى ذلك أنا لا حتى من جانب إيران عندما عندما كانوا يدكون الموسط كانت الطائرات الأمريكية في الجو تغطيهم أخطاء معب أخطاء هنا الأقل خطأ على الأقل يعني أنت هكذا تلقين بأنه إيران وصفها أقل خطأ من السعودية وصفها إن صح القول 100% يعني الآن ماذا يحدث لنا فكرك يعني طيب بكلمة أخيرة نختم هذا الجزء الأول سيد شبيلات أزمات الخليج متعددة بالتأكيد حصار قطر الآن هذه الجريمة العلاقات مع إيران حصار قطر قليل هذا نعم يعني عندما أرى حصار قطر بدي الأردن يشتغل مع هذول مشان يحاصر أردن كما فعل بقطر عندما حصروا قطر الكويت رجت وعمان أصبعت قائفة أظن عمان فتحت مع إسرائيل هذه الفتحة خوفا خوفا من ما يجري من ما جرى مع قطر عجبك هذا؟ هي يبدو هذه الأزمات والملفات والخلافات الحقيقة انعكست بحدة على واقع الأردن الاقتصادي وربما حتى السياسي طبعا طبعا وسيستمر طويلا هذا باعتقادي والله ما أتعرف عندما بده نبي جاوبك طيب على كل حال نكتفي بهذا القدر في الجزء الأول ولكن سنعود إلى الجزء الثاني بعد قليل إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الجزء الثاني من بوضوح تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد في بوضوح وضيفنا الليلة الأستاذ ليث شبيلات المعارض الأردن أستاذ ليث شبيلات مرحبا بك من جديد أهلا ننتقل إلى الملف الفلسطيني الحقيقة في ظل تنامي الحديث عن ما يسمى صفقة القرن ما تسرب منها الكثير لا ندري هل بدأ التنفيذ أم لا البعض يقول بأنه الليات المتحدة وما معها بدأوا ينفذون دون إعلان وهناك من ينتظر الإعلان الرسمي على كل حال على هذه الصفقة باعتقادك ماذا تمثل هذه الصفقة وفق ما تسرب منها لحد الساعة وما هي خطورتها إنهاء القضية الفلسطينية تسوي هذه تمثل إنهاء القضية الفلسطينية يعني فكرة كذا المشروع لسمى هذا بن سلمان نيوم ما الله هو يقول أنها مدينة في شمال السعودية للسعودية ومصر والأردن حكي فاضي هذا ضيف عليها إسرائيل تقودها إسرائيل هذه المنطقة يعني مشاريع سياحية للتواصل مش سياحية بس ليست سياحية فقط كل شيء وتكنولوجية وكذا لإسرائيل هي ليست مدينة سياحية فقط هذه منطقة يعني منطقة مثل سيليكون فالي منطقة فيها كل شيء طيب من يقود إذن هذه الصفقة وعرابها في المنطقة دول المنطقة عرابها محمد بن سلمان رسمي رسمي طبعا يعني هكذا باع نفسه لكي يكون حاكما حكما للسعودية ولكن رمزية السعودية وتاريخ أي رمزية أي رمزية داسة على هذه الرمزية أي رمزية أي رمزية يعني أنا قرأت قرأت أخوي الله يرحمه أرسلي دراسة ضخمة من قالين دراسة باحث أمريكي فبقول الملخص طبعا قال لا تظنوا لا تظنوا أن إسرائيل تفرق بين علماني تركي وبين إسلامي تركي إسرائيل تعتبر أترك كلهم خطر وأعداء منذ سلطان أنه أخذ سلطان عبد الحميد موقفه ثم قال ولا تظنوا أن إسرائيل والسعودية على خصومة إسرائيل والسعودية ليست على خصومة منذ أن وقع عبد العزيز ذلك تلك الورقة أنا أنا أوافق على إسكان هؤلاء المساكين اليهود في فلسطين نعم من زمان بدك بدراسة عميقة بدراسة عميقة السعودية السعودية ما كانت أبداً عدوة لإسرائيل إجا فترة ملك فيصل فترة الملك فيصل صحوة كانت صحوة ودفع ثمنها بنتم باغتياله يعني إذن كل الذي رأيناه من صور وبهرج وشعارات كلها مزورة تاريخ الباحث بعمق طبعاً مصلحتهم مع أميركا وفي اتفاق مع روزفلد عبد العزيز وروزفلد تفقوا مزموطة للا ف يعني لا يخالفون أمريكا وأمريكا أمريكا هي إسرائيل يعني تحكمه إسرائيل كما ترى اليوم يعني هذا جاريد كوشنر وطرامب دخلك نحن مسرورون أن يطيحوا بطرامب طيب نائب الرئيس أشرس صهيوني كامل بينس خلاص أمريكا تحكمها الصهيونية بالكامل يتلعبون بها وهؤلاء يحكمون السعودية طيب هو يبدو الحقيقة أنه العصر هذا أو الفترة هذه بالذات أنه عصر تميز بضعف العرب إلى حدود لا تتخيل ومتاح الفرصة الآن لإسرائيل ومعها أمريكا وغيرها لتنفيذ ربما هذه الصفقة يعني ماذا تبقى من قواء ممانعة حقيقية في المنطقة العربية للوقوف ضد هذه الصفقة ما أن ترى أن هذه الصفقة ستنفذ وما مصير فلسطين بالتالي يعني لا ستصطدم شوف طالما الشعوب والأمثالي ساكتون عن قياداتهم ولا يدفوعن الثمن لكي يغيروا قياداتهم في الداخل لكي تأخذ مواقف قومية مواقف إسلامية مواقف وطنية فحكامنا عندما لا نقف وجههم ينسقون يضغط عليهم فيتسللون قريبا قريبا إلى إلى التسليم إلى التسليم إلى الصينة الصينية العربية الآن ظاهرة كانت موجودة دائما الآن في صينية عربية واضحة يعني الحزاب العربية لا تقوم بدورها في هذا الموضوع هذا الموضوع خطير أبدا أبدا أحزاب أي حزاب حزاب نايمة حزاب نايمة لا تقوم بدورها أبدا من موريطانيا إلى العراق لا أدري يعني حتى أكون دقيق على الأقل في المأحر عندي عندنا ما في حزاب حتى النقابات أصبحت كانت كان لها النقابات المعنية كان لها دور طيب يعني عندما نقول بأن هذه الصفقة خطيرة وخطيرة على القضية وخطيرة على المنطقة برمتها ما هو البديل يطرح المواطن العادي أن لا تمشي مع الصفقة البديل أن تبقي يعني أن ينبيع فلسطين وأن ننهي الخضية لأنه ما في بديل البديل على الأقل أن نبقى كمان نحن عليه لا أن نزداد إن بطاحا يعني 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 المقاومة الآن خلينا نتحدث بصراحة المقاومة ما زال عندها أفق ما زال عندها مستقبل في المنطقة بلا شك لازم حتى لو ما عندها أفق يجب أن تقاوم حتى نستشهد وهي محاصرة في شبر من أرض فلسطين في غزة تحديدا يعني كتر خيرهم ألتدري أن العالم العربي كله محتل إلا غزة إلا فلسطين العالم العربي كله محتل ما هو الاحتلال الاحتلال إما عسكريا أو غير عسكريا لكي أمتلك قرارك مزوط العالم العربي كله قراره ممتلك شبه كله شبه كله في فلسطين القرار نعم اليهود زاخمون على الشعب الفلسطيني لكن لم يمتلك القرار الشعب الشعب الفلسطيني ما زال فيه ما زال فيه نضال وجهاد كبير ولا يسلم بقراره لليهود لذلك أكثر بلد في حرية لإبداء الرئي مع أنك تدفع ثمان غالي هو فلسطين رغم طبعا وهم يدافعون عن الأمة العربية والإسلامية فلسطين بدل أن تدافع الأمة الإسلامية عن فلسطين يبدو أن فلسطين هي التي ستحرر الأمة الإسلامية الله أكبر لكن حتى بالمنطق سيد شبيلات يعني هذا الشبر هي غزة لا تساوي شريط بسيط وفيها فصائل مقاومة ومحاصرة من مصر ومحاصرة من الأردن ومحاصرة من دولة الاحتلال بالتأكيد ومحاصرة من العالم هذا هو الشبر المحرر وأمة بيكملها نائمة يعني طبعا نائمة بالله عليك أن تسألك كيف نسكت على حصار مصر مصر لغزة عادي أصبح أصبح عادي ونتكلم عن مصر عادي أنه هذا شغلة ثانوية إيش ثانوية خيانة ما بعد خيانة أنت تعصر تعصر ذا الشعب الجوعان وتغلق الأنفاق شو بدك جريمة أكثر بيك جريمة الزعماء العرب بيكمل عندنا عندنا أنا كنت في السجن كان يأتي ناس محكمين عشرين سنة شو؟ قال إيش؟ قال هرب السلاح لفلسطين تهريب السلاح لفلسطين محكوم عشرين سنة شو كنا ماذا؟ الزعماء العرب كلهم خونا في هذا المجال؟ كلهم سلمين أمرهم لإسرائيل معظمهم اتقاء لشر أمريكا ربما لإسرائيل ما بعنش عن لأنهم ابتعدوا عن بعض لأنهم ابتعدوا عن أن يكونوا مع بعض في الجامعة العربية هذه أصبحت مانعة عربية ليس جامعة عربية طيب يعني الحقيقة لأنه دائما يطرح قصة استعادة فلسطين بكاملها وبالقوة وما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة مبدأ لكن الواقع على الأرض لا أدري هل يتفق منه اختلف أنت في إحدى يعني دائما كنت تتحدث عن التجنيد الإجباري وتقول بأنه مطلب ضروري في الأردن وهناك تلميح على أن هناك معركة قادمة وبأن المواجهة مع المحتل القادمة إن لم يكن اليوم فغدا هل هذا قناع لديك؟ شوف هل سمعت في أي دولة من دول العالم خد سويت دنمارك كذلك عندهم حرب صرهم بثين سنة ما دخلوا حرب صحي أو لا؟ في عندهم تجنيد إجباري ليش عندهم تجنيد إجباري؟ أنت لا تحمي بلدك من أي عدو إلا بالتجنيد إجباري يجب على المواطن أن يقوم بخدمة وطنه وأن يتدرب على الدفاع الوطني سويسرا أقوى تدريب عسكري في العالم في سويسرا مزوط لله؟ ورغم أنها دولة آمنة جدا من دولة ربما؟ طبعا أنا مريت مرة من سويسرا من جنوب ألاده طالع إلى ألمانيا طيارات 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 عسكرية تتدرب طيارات عسكرية تتدرب المخالة يجب أن تكون موجودة حتى في عهد السلم ما في كلام طبعا يعني نحن إسرائيل جنبنا إسرائيل جنبنا وعنده تدريب إجباري وعنده كل الشعب كل الشعب يحمل سلاح ونحن ما عندنا تدريب إجباري هذا تسليم هذا تسليم نحن نسلم الأردن لليهود هذا يعني فيه اتهام طعا اتهام بدك أوجه أصبعي ما أصبعي موجه طبعا اتهام كيف ما عندنا تجنيد إجباري كيف ما عندنا عدو ما الذي يمنع ذلك هو ربما الميزانية التي تمنع ذلك أي فقني بالميزانية أما الميزانية لنا للسرقات عندما وقعنا المعاهدة المعاهدة الآن صار وراه قوانين من أجل المعاهدة فيه قوانين خلاص ألغت صفة العدو عن دولة حد نعم الآن طب كل دولة يجب أن تحدد عدوها تدرب أنت تدرب حتتدرب جيشك مين العدو المحتمل ضبط نعم مين عدو المحتمل إذا جاء هجوم من الشرق هيك إذا جاء المزوط فخروا أن العدو يحدده مجلس الوزراء تخيل عدو بلد يحدده مجلس الوزراء يعني بكرة هلأ عندما ننقل قلبنا من من إسرائيل مش عدو وهلأ بيجاولنا للناتو نتو هاي يعني نحن نحن الشباب ما بيعرفوا أثناء الحرب العالمية وما قبل الحرب العالمية البريطانيين الفرنسيين كانوا يقاتلون بالمغاربة وقاتلوا بالفيلق الهندي وقالوا بالفيلق السينيغاليز صحيزوط لها والليجيون اترونجي مزوط لها فنحن الآن يعني الأردنيين ولكذا ودول نحن نقاتل معركة اليهود والأمريكان وين بدهم يانا نروح بدهم نقاتل إيران مثلا خلاص نحن بدهم يسخرون يعني الجيوش العربية الآن ما عندها عقيدة ما عندها بوصة نعم كما تبعت أنا قائل أين العقيدة العسكرية ما هي العقيدة القتالية لهذا الشعب للجيش اللي تسمعه الملك حسين الجيش العربي المصطفوي شو عقيدتنا القتالية ما هي عقيدة القتالية يبدو أنه نحتاج إلى مراجعات كثيرة شو مراجعات الله عيننا ثم تقول لي لماذا لماذا منفرد ممكن تقول لي من من الأحزاب إسلامية وغير إسلامية يتكلم بحماوة عن هذا الموضوع هذه مواضيع تترك شوف المشكلة عندما نلتهي تلتهي الحزب نلتهي بصغائر الأمور قال بل مشان المواطن نطع المواطن وغير المواطن ونترك الأمر الكبير أنا لي مقولة أن أي مشروع إصلاح داخلي في أي قطر عربي لا تكون بوصلته القدس فهو فش فهو ظالم طيب ولكن هنا أفتح قوس وأعودي ربما إلى حواري معك منذ قليل يعني لماذا يسمح ربما لليتش بلات أن يتحدث بهذا السقف المرتفع وآخرون ربما لو قالوا نفس الكلام لن تهوا في السجن حتى سبح له دخل السجن ثلاث مرات ومرة أخرى تم ضربه وما أخرى أبصر شو صار فيه مظلوط ليش ولكن يقال بأنه ليتش بلات في المدة الأخيرة هادا إلى حد المنى هذا رأيك السقف الآن يبدو مرتفع لا شو يبدو دايما لم يتغير أما بعد شوي قالوا لي أنت خفيت شوي قلت له ما عليش أنا معارض بارت تايم لأنه الملك خلق ما سمعت الباقي لأن الملك يحكمني بارت تايم نص وقته برا طيب لكن أنت قوي مع الملك ولكن تبدو مهادا مع نظام السوري وهذا موضوع التالي الحقيقة ما مبررات دعوتك دعوتك للاعتذار لسوريا أو نظام السوري لا 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 خلن نبدأ بالأولى مهادا يبدو أنك مهادا وين مهادا عندما عندما أنا ألقي كلمة مش وقت بشار حتى وقت أبوه في دمشق أتى من نظام السوري أقول له أنت أرسلتها يا من أرسلت قوات عربية سورية إلى العراق يا من تحاصر العراق وكل من يحاصر العراق هو بأيدي عربية مجرم هذا كلام موثق قيلة في مكتبة الأسد أنا عندما ذكرت في سوريا وأنا أخطب عن السجون السرية من تجرأ على ذكر السجون السرية تعرف السجون السرية؟ نعم صدنايا أو تدم لا 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 سجون السي آي آي سرية في سوريا؟ طبعا في بولندا وفي كذا وفي سوريا طبعا طبعا هذا ذكرته أين المهادنة؟ هذا كلام حق مزوط عندما أنا طول عمري أنا أؤيد المعارضة مزوط؟ لكنني توقفت وقلت للمعارضة وتصرفهم إياكم إياكم تعاون مع الأجنبي إياكم أن تذهبوا لبروكسل إياكم أن تتعاون مع الأجنبي أنت سلمت أنت سلمت سلمت قرارك إلى الأجنبي أي استقلال تريد؟ ولهذا ربما معركة التحرير أو معركة الحرية فشلت طبعا طبعا أنا كنت أروح إلى سوريا كان عندي أزور واحد فقط اسمه الأستاذ هيف المالح تحرفه أفطر عنده وكذا وصديقي لأنه تعرفنا بحقوق الإنسان جاءني ورجل شجاع حقيقة جاءني كان يقوم مندسين أردنيين وخلي عندي ناس محبوسين في سوريا بدي منك كنتوا حاضر فردها دعمت اتهات مع نسين العرب طلبت من الإفراج عن السوريين وعن الأردنيين تعرفنا من ذلك الوقت هذا من عام 88 نعم وضبقينا على ذلك الآن عند بدأت الأحداث وكان مسجون أنا نعم كنت خايف على سوريا ذهبت ما عندي إعلاقة معك صار في لقاء مع الأسد قالوا ليش حابس هذا الزلم هذا كلامه هذا أنا موافع كل شي بيحكي أنا موافع كل شي بيحكي ها هالختيار ليش ليش حابسهم المهم مش هذا موضوعنا الموضوع خرج قلت له كان في حديث على سكايد بينه بينه قلت له يا أستاذ هيثم لا تترك سوريا قلت له أترك أنا معرض يعني للاغتيال أو كذا قلت له يا أستاذ هيثم لا تتركوا المقاومة من الداخل ثاني ما دي أبني أترك قلت له مشان الله لا تذهب إلى بوركسل لا تسلموا أمركم إلى الأجنبي بتضيعوا بتضيعوا بلدكم بتضيعوا بتضيع القضية هو النظام ربما لم يعطيهم فرصة للمعارضة من الداخل طيب بدنا نحرر غير ما نموت كي قيادات شعبنا يموت نحن ما نموت طيب نعودي للسؤال لماذا المطالبة الآن مطالبة الأردن بالاعتذار لسوريا والنظام السوري ما نقلق اعتذار لسوريا هذا كل لا 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 هذا اللوم هذا قلة أدب طيب ماذا طلبت بالضبط ما ليش حلو خلني أعطيني وقت طيب هذه العادة قلت لك عندما يقرأ أحدنا شيء يقرأه بخلفيته أنا قلت اعتذروا على التعاون مع إسرائيل وعا أمريكا وكذا وفتح غرفة عمليات عسكرية في الأردن اللي عمل ضد سوريا مش عندنا غرفة عمليات عسكرية كانت سمعت فيها اسم الموق نعم ها تعرف أنه فيها إسرائيل تعرف ولكن هي ليست ضد سوريا هي مع الشعب السوري حبيبي طيب مع الشعب السوري عظيم مواثق أنت هذا موقف لا لا بدي موقفك أنا طيب بدك موقف لا لا مع الشعب السوري إسرائيل مع الشعب السوري السعودية والمخابرات السعودية مع الشعب السوري المخابرات القطرية مع الشعب السوري وال هذه ثورة بتسلم أمر لها دول ها هاي طيب هذول تخيل تخيل في العالم عن يش مدل يا أستاذ ليتش بيلاد ليش مين سلم الجزائر سلمت غورتها يعني كان يعونوها المصريين وكان يعونوها التوانسة الجزائر للآن إذا تدخلت في الجزائري إسلامي ولا قوي كذا بيقول لك الجزعة يمنع حدا يتدخل فيه في قراره الداخلي الجزائري حتى اليوم يمنع أي واحد فينا عندما صارت المشاكل الإسلاميين في الجزائر ذهبنا لننصح عباسي مدني وغير وغيرته لم نجرؤ لم يسمعوا لنا هذا أمر خاص فينا لا تدخلوا هكذا نعم الجزائرية ما عندهم مزح لا يسمعوا لا لأجنبي ولا لعربي ولا لمسلم يعني أنت ترى أن الثورة السورية أخطأت كثيرا في التواصل مع الآخر جدا وانت من حيث المبدأ حتى فقط نوضح النقطة للمجمهورية تبعنا وهذه النقطة مهمة انت من حيث المبدأ لست ضد ثورة الشعب السوري طبعا لا طبعا لا ولكن التعاون مع الأجنبي هي المشكلة طبعا وتسليح كنت مع الأثلاثة أنا كنت مع الأثلاثة بدك معك وقت شوي إشرح لك فضل فضل هذا مهم فضل مع أنه لا للطائفية ولا للتسليح ولا للأجنبي هذه كانت شعاراتها مش هيب؟ شعارات جميلة في الأول بعدين انقلبت إلى على كل حال بالنسبة للتسليح أستاذ ذي في شبيلات لا أظن أنك تعارض هذه المسألة ثرت للتسليح لا يا سيدي لا لا ست شهور ظلت سلمية ولكن النظام استباح دمائهم حبيبي ممكن تسمع المقابلة مش معك المقابلة معي نعم أزود؟ خلينا أشرح موقفين أهلا وسهلا أزود أنت ذهبت تسلحت تعالى شو عملت؟ ذهبت يعني استدرجك النظام السوري إلى حضمه هذا اختصاصه السلاح اختصاصه أنت زلمة هاوي هاوي أنت هاوي سلاح شو بارودة ودينيا وكلاشنكوف بكت قابل فعندما استعملت السلاح أعطيته الشرعية دوليا لكي يبدأ يقصر فيك بالسلاح قبل كان يستعمل السلاح ضدك وتقابله بصدرك كان يخسر معنويا وبدأ يهبط 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 كنت ستكسبها بأنك مضحي أما أن تأتي بسلاح بعدين من يعطيك السلاح؟ الذي يعطيك السلاح سيمتلك قرارك الذي يعطيك المال سيمتلك قرارك يعني يعطيك ببلاش؟ في حد ما يعطيك سلاح ببلاش؟ طبعا ما في جمعية خيرية في العالم طبعا ما في ببلاش بعدين يقول لي ثورة طويلة عريضة للآن لم تفرز جبهة لم تفرز جبهة سياسية تسيطر على الجبهة العسكرية لا هناك التحالف المعارضة أي تحالف على الرأس ولا يملك إيش التحاد سكان فنادق ثورة تقدمت خمسمائة ألف شهيد ودمرت سوريا لماذا؟ قال في الآخر لكي يفاوض النظام النظام بشر جعفري يفاوض شو اسمه رئيس الوزارة السابقة؟ عيدر العبادي لا المالكي لا رئيس الوزارة السوري السابق اللي كان رئيس المفاوضة في سوريا اللي اطلع مع المعارضة وصار مع المعارضة حتى اسمه انت مش عرضوا طيب لا يعني أنا مركز على الموضوع الحقيقي لا هو هذا شو اسبه الماء طيب سيدكرني بها أحد الزملاء الآن طيب مش هلأ المفاوضات كانت من جهة المعارضة بقودها رئيس الوزارة السابقة السوري هو صحيح كان نعم كان في سوريا كان مع النظام نعم آه يعني إذن بعد سبع سنين وموت في النهاية شو الحصيلة؟ النظام يفاورد النظام؟ هذا يعني من النظام لا يعني على كل حال من ترك النظام من ترك النظام وانضمه معلش معلش لكن ليس أهل بدر مش مثل الطلقاء أهل بدر رئيسك الطلقاء كالمفروض دائما قيادات الثورة الصف الأول يكون دائما ما طلعت لم تستطع أن تفرز قيادات استعانوا برئيس وزراء سابق طالع من النظام السوري؟ نعم طيب الحقيقة لأنه بقيت خمس دقائق وأنا مضطر للإسرع قليلا سيد شبيلات طيب الحقيقة أنا أذكر هنا فقط بن قوسين بتصريح الناشط النقابي أحمد أبو غنيمة هو يعلق على موقفك فيما يتعلق بسوريا أو النظام السوري رياض حجاب المسؤول اللي نتحدث عنه طيب الناشط النقابي أحمد أبو غنيمة هاجمك عقب هذا الموقف من سوريا كالعادي ووصفك واعذرني في هذا الوصف المنفص المنفصم سياسيا وأخلاقيا سبحان الله يعني تشكره على هذا الوصف؟ شوف كل كلمة تخرج منك إما تصيب أو تعود إليك ربما لم توضح موقفك بما يقفص لا لا واضح موقفي واضح جدا يعني أنت لا تريد الاعتذار من نظام بشار الأسد أبدا أمام الجمهور لا طبعا لا لأنه نظام مجرم أنا أعتذر أنا أعتذر لأنه نظام مجرم أليس كذلك؟ هو حاله مجرم بس طبعا أجرم في حق شعبه بتأكيد طبعا أجرم في حق شعبه والآن دخلات في السعودية اللي أنا قرأت للإسلاميين خليك ما تقاطعني لا لا فضل خرأت لهم عن سلمان سلمان عملو عملو عمر بالخطاب عملو هايو سلمان اللي نازل اللي قتل سأتي لخشق نعم هاي واللي قاعل أعلنوا أن الإخوان المسلمين أعداء واللي بصير حبسوا سلمان سلمان العودة بنعودة قال شو؟ قال هدول إخوان المسلمين وبدون حكمهم أعدام هل هدول دح هدول دح وبشر أسد كيخ كله كيف كله مثل بعضه طيب لكن ما سر ظهورك المتكرر في الفترة الأخيرة في قناة الميادين على سبيل الذكر وهي مقربة من إيران ومن بشار الأسد يعني أنت وكأنك صرت مبجل من هذا الطرف أعطيني أعطيني قراء تتجرأ تتجرأ أنه تحكي معاي أنت مع الحوار طبعا عادي بلندن عادينا بثلاث تلاث كنوات ربعية لا بعدين ما شاء الله كانوا أردن قالوا لي كيف تطلع الحوار قلت له ما شاء الله أنتوا قاتلين حالكم منه أطلع إيه أنتوا أنا أعطيك نكتة مثلا فراء كنت في السجن ومنوع تذكر رئيس الشبيلات قال في واحد حط إعلان أنه طبيب بعد الصفحة الأولى أنه أنا أفتح عيادة طبيب أسنان ولثة فقال شالو قال ليش قال فيه لثة يتحط هياب يصير ليش طيب الوقت إلحقنا والحوار معك اللطيف نختم الحقيقة هذا الحوار بقضية الأستاذ الراحل الله يرحمه جمال خاشقجي رحمة الله هذا الرجل قتل بطريقة الحقيقة أقل ما يقال فيها بأنها شنيعة أنت كيف تبعت تفاصيل الجريمة التي تحولت إلى أمر يعني يشمئز منه كل عاقل وباعتقادك الذي يقف خلفها ما هي حدود مجنون قائمة المتهمين الآن مجنون محمد بن سلمان 100% لا جدان في ذلك هذه مجنون مجنون هذا إذا فلت على العالم ضيعنا هذا هذا كان يستطيع أن يقتله برصاصة لكنه يريد أن ينص دمه عارف كيف؟ وكان أحمقا تصرف إيك لأنه بابا ترامب وراء بابا ترامب وراء حقيقة بابا ترامب عم بحاول ينقذه عم بحاول ينقذه لكن الأمور كبرت يعني لا تستطيع أن يطرق على العلم أردوغان لعبها لعب أردوغان يظهر قبل أن يصلي كان لعب بوكر يعني إدارة الأزمة هذه ممتاز من قبل تركيا طبعا فوق الممتاز ولكن بالقطارة المعلومات البعض يستغرب ما ليش أردوغان يريد أن يخنقه بأيدي أبيه الأمريكي عم بقوله لترامب غصم عنك بتمد إيدك تخنق لهذا الولد أنا الأتراك ما بدنا نوسخ إيدينا فيه هكذا عم بيجري طبعا لكن هذا الأب الأمريكي هل يستطيع في النهاية على إخفاء الجريمة في النهاية وإنقاذ محمد بن سلمان لا عند واشنطن بوست واشنطن بوست حاطة داب وداب وكما سأسقطت نكسون ستسقط هذا أن لم يترك ابن سلمان طبعا محمد بن سلمان ما مصيره مش نقا في النهاية لا خلاص أنا سينتهي من البديل بأعتقادك شو بعرفني لأنه أحمد بن عبد العزيز هذا الذي كان هنا لكن المشكلة هون صرنا شهر للآن صرنا شهر نتعامل مع هذا المجرم الذي فعل هذا والأوربيين المنافقين والأمريكان وكذا إنه ما ثبتت لسه ما ثبتت لسه طب يخرب بيتكم صدام حسين أعدم بزفت بزفت معظم جمهورك ما بيعرفنا جمهورك شاب بزفت جاسوس ميسكو في عراق وأعدموا حاكموا أعدموا قامت الدنيا ولم تقعد وصارت الحرب عليه مشيك؟ نعم قتله بطريقة شرعية هذا واحد قتله غيلة وغدر وعلنا وفي سفارة بلده وفي بلد في أنيتو وما زال العالم يطرح يعني بتنا آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان وعلى الوقوف ضد الجريمة ولا دولة عربية بين صامت ولا مدافع ولا حزب عربي ولا الصحفي عربي تقولي على سوريا أنت سوريا أنه فيها اطهاد كلنا مضطهادون هناك في شوي في قتل وكذا أكتر بس من منا يجرؤ أن يحكي على الملك اللي راح حضر حضر مع بن سلمان المجرم وكلنا نعرف أن بن سلمان مجرم راح جلس معه أعطاه شرائية لا بوسوا وسلم عليه باسم الشعب الأردني نتهامس طالما نتهامس أحزابا ونقابات وأحمد أبو غنيمة وغيره طالما نتهامس خليهم كتشك كتشك بالتركي صغار خليكم صغار هذا الأمر النضال يحتاج إلى كبار فعندما يكون هناك كبار تعالوا ننضم لكينه خاتل جميل هذا الحوار معك الأستاذ ليتش بيلاد سعداء جدا بلقائك هنا في لندن ونأمل أن نلتقي أيضا في فرص قادمة ربما لعلها تكون في الأردن إن شاء الله نشكرك جزيلا شكرا على كل حال كما أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وحتى نلتقي مع ضيف جديد أستودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة